رأيك لهذه اللحظة كيف وجدتم التعاون العراقي والانفتاح العراقي لإنجاح هذا المجلس استاذي كما ذكرت أن الحقيقة واضح جليا بالنسبة لي أنا شخصيا كمتابع للمشهد العراقي السعودي منذ فترة أن هناك تغيرا كبيرا الحقيقة من الجانب العراقي الأخوة في الحكومة العراقية مشكورين يستمعون إلى كل الملاحظات التي تبدأ ويحلونها ولله الحمد من جانبنا في المملكة العربية السعودية الحقيقة حكومتنا وفق الله الحكومة ووفق مولا قادم الحرم الشرفين وسمو ولي عهدي الأمين الحقيقة يعني يدعمون وبقوة ليس لها نظير موضوع إعادة العلاقات السعودية العراقية إن شاء الله يعني اليوم معالي الوزير ماجد القصبي يعني تكلم بشفافية وصراحة عالية الحقيقة عن توجيهات سمو ولي العهد له في موضوع الاهتمام بالعلاقات السعودية العراقية الحقيقة يعني أنا أملي كبير ومتفائل جدا إن شاء الله إننا سنشهد طفرة سريعة في سيشهدها الكثير الحقيقة في موضوع عودة الاستثمارات السعودية في العراق وعودة التقارب الحقيقة يعني الانقطاع هذا الحقيقة لابد أن يأخذ وقته ما هو انطباع الوفد العراقي متواجد الآن في الرياضة والله والله الوفد العراقي أنا دوبي الحين كنت معاهم يعني معا معالي الأمين العام مجلس الوزراء أستاذ حميد الغزي والوفد المرافق له الحقيقة يعني ما ودي نمدح نفسنا نقول حنا يعني مما لاحظوه لكن أتصور إنها زيارة ناجحة بكل المقاييس ولله الحمد يعني تبشر بمستقبل زاهر إن شاء الله اتفقنا أيضا في المجلس أن تكون اللجنة التنفيذية في كل الجانبين من الجانب العراقي والجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي تجتمع بصورة شهرية تناقش كل التطورات التي تحصل على المشهد وتحاول أن تذلل كل الصعاب إن شاء الله يعني يقول إن شاء الله تم طرح مقترحات أخرى غير المتفق عليها في المجلس تم استحداث مقترحات أخرى والله اتفقنا في كثير الحقيقة اتفقنا على يعني إيجاد منصة إلكترونية تعرض جميع الفرص الاستثمارية بين البلدين بحيث أن جميع المستثمرين في الجانب السعودي والجانب العراقي